اشتركوا في القناة اذا انت اول مرة تتابعنا لا تنسى لايك والاشتراك ويتفعيل زر الجلس حتى يوصلك الجديد بالقناة ويالله خلونا نبدي اول شيء عندك باليفنتات واللي هي اليفنتات المؤقتة اللي هي الديلي روورد اللي هي الجوائز اليومية اللي خلال 28 يوم تقدر تحصلها اما اليفنت هذا كله 41 يوم يخلص اما بالنسبة لليفنت الثاني هو عبارة عن مهمات خاصة بالشخصية تقدر تنجزها وتجمع ايضا النقاط مثل النقاط وعلى هاي النقاط من تجمعها راح يطونك يعني جوائز مثل ما جاي يشوفونه اما بالنسبة للحدث الاخير هو عبارة عن حدث اخير لان اكواحد جاي بضل طريق بس ما نقدر نشرح عليه اللي هو فيب اكسس ايضا جوائز اه اضافية لازم تجمع هاي التيكت حتى تسوي فيب اكسس للجوائز الاضافية هاي التيكت موجودات بالروبوتات يصير مثل عناكب بس يصير يعني وردية مثل ما جاي يشوفون هاي الصور جاي توضيه الكمل بعد واحد اخير هذا قلنا يعني راح يجي upcoming ما نقدر نشرح عليه هسه اما هاي الخانه هي عبارة عن شرح للشخصية والاضافات والاخره اما بالنسبة للمتجر شينو تشتري وشينو ما تشتريه اول شي لازم تجمع الشخصية تجمع قطع الشخصية يا الله اه تشتري القرار ضمالتها مثلا الاسكينات خاصة بها البانر الفريم الخاص بالسيزن كيفك هاتف تشتريه والباقي تفضيلات كيفك طبعا هاي الاحداث كلها بدت من 13 سبعة يعني من وقت نشر الفيديو اعتقد تقريبا وعدك اخر حدث اللي هو عيد الاضحى ايضا المستمر لمدة سبع تيام نخلص اما بالنسبة للشخصية يا شباب منين تجيبها يعني هل هي مجانية نعم هي مجانية بس عن طريق انجازك المهمات توصل لليفل 25 راح تجمع عشر قطع وتاخذ الشخصية مجانا اذا ما لاحقت عليها ما راح تقدر يعني تاخذها من اي طريقة الا عن طريق المتجر تقدر يعني تدفع فلوس للعبة او تشحن وتاخذها اما بالنسبة للمهمات عدك هنا ما تقير بها شي عدك ايضا الدايلي اللي هي مهمات يومية تفريم يومي الرادلها ايضا هذا اللي ما تقير به شي مثل ما جاي شفو هنا عدك مهمات السيزن السيزن مشن ايضا من الجمحن راح يطيك يطيك ايضا اكس بي خاص بالبتل باس هنا كلها يعني استخدامك للشخصية راح يكون الى يعني انجاز للمهمات بسرعة اكثر نجي هسا للاعدادات شنو تغير بها ما تغير شي تقريبا يعني عدك اه موري اوبشن هنا ما تغير شي عدك الجرافيكس تغير به تغير هواي شوضات فيه عدك ايضا اه يعني خلاه اكتوميزيش اقوى بعد هاي شي جديد هذا ما يعني ما شايفينا قبل تقدر ايضا تعبث بالدوت الخاصة بالسلاح هنا ايضا مناطق تقدر شوف تأثير اللون على الاماكن وانا بالله اللي هو بارتي كاتشر ايضا مناطق شي تغريبا ما عدا هاي ممكن جديد اللي هو بلوك سترينجر سكوادن بيت كذا وصلنا لجميع الاضافات الحالية بهاي اللعبة ايضا الماب الماركت هنا تقدر شوف هنا عدك ماب جديد كذا وصلنا لنا التلفزيزيو اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسون اللايك واشتراكي شكرا على حسن المشاهدة مع السلامة